النهاردة هنتكلم عن كلب الجريفون سواء الجريفون الألماني أو الفرنسي القصة ابتدت في القرن الثمنتاشر لما كان فيه مزارعين عندهم استابلات حسنة والفران كانت بتدخل تبهدلهم الدنيا فقرروا المزارعين دول ان هم يهجنوا كلاب عشان يطلعوا كلب حجمه صغير وكمان في نفس الوقت يكون شجاع وبيعرف يستطل وعشان يوصلوا الكلب بنفس المواصفات ابتدوا ان هم يهجنوا كلب البغ مع كلب الانجلش طاي اسبانيل وطلعونا في الاخر كلب اسمه براسلز جريفون الكلب ده كان وزنه من 3.5 كيلو ل4.5 كيلو وهنا حققوا المعادلة في ان كلب يكون حجمه صغير ووزنه خفير وده طبعا كان بيسهل عملية الصيد بشكل كبير جدا وعمر الكلب ده من 12 ل 15 سنة وكلب البراسلز جريفون هو من الكلاب القوية جدا في الحراسة وطاقة الكلب ده فوق المتوسط بشوية وهو من الكلاب اللي بتحب الناس بشكل كبير وبيتعود عليهم بسرعة ولما بتديت اكسف السرش بتاعي وصلت من الكلب الجريفون الالماني او الفرنساوي اما مش موجودين اصلا بالنسبة للمنظمات العالمية وهي كلابة هجنت في مصر وطلع عليها الاسامي دي من المصريين وحتى لما بتديت ادور على اصل الكلب ده معرفتش اوصله هو هجين بين كلاب ايه و ايه واللي قدرت اوصله في الموضوع ده ان كلب النهارده اللي هو البرسلز جريفون هو اقرب مواصفات للكلب الجريفون اللي موجود عندنا ممكن ما يكونش شكلا بس هو قريب منه كصفات لو انت عندك اي معلومة انا ما قلتهاش في الفيديو ياريت تكتبها لي في الكومنتات وتقول لي عليها بالمصدر بتاعها عشان نقدر نرجعها لو هي صحة او غلطة وبكده يكون فيديو النهارده خيص ما تنساش تطابعني عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول باو اشوفكم الفيديو اللي جاي سلام عليكم